وبالعودة إلى صلاح الدين وتنفيذا لتوجيهة محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب عقد في مديرية بيئة المحافظة الاجتماع الدوري لمتابعة حملات الخير لمناصرة البيئة حضره مدير دائرة البيئة ومدير قسم الأعلام والاتصال الحكومي ومعاون مدير دائرة التصحر ومسؤولات حملات الخير في المحافظة وتم خلال الاجتماع مناقشة الواقع البيئي والتحديات التي يواجهها والدور الكبير الذي لعبه المتطوعون المشاركون في الحملة لمقاومة التصحر بعد أن تم غرس ألاف الشجيرات في مناطق متفرقة من المحافظة من أجل إعادة الغطاء الأخضر الذي شهد تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي وأكد الاجتماع على ضرورة تنشيط الدور التنسيقي لجميع فئات المجتمع وتحديد الأماكن المناسبة للزراعة كما بحثت تجاوزات الحاصلة على نهر دجلة ومقتربات حوض النهر ترجمة نانسي قنقر